وصلنا معكم مشاهدين الحين لفقرة التعليم وموضوع جدا مهم للتلاميذ والأهالي والمدرسين تفاصيل بعد لحظات كثير من الأباء مشاهدين يحتارون متى يعلمون أطفالهم لغة إزنابية وفي أي عمر وكيف تكون الطريقة الصحة لتعليمهم هذه اللغة طبعا حسب الخبراء اللغة الأم يتعلمها الطفل تلقائيا من محيطة وممكن أيضا يتعلم معها أكثر من لغة أجنبية من عمر صغير يعني قبل ما يدخل للحظانة لأنه في هذا العمر سيكون عنده استعداد كبير أنه يكون تركيزه بيكون أكبر على الكلمات اللي بيسمعها تعليم الطفل أكثر من لغة ضروري لتعزيز سيرته الذاتية ومهارات التواصل عنده مستقبلا وحتى يتقن الطفل اللغة الجديدة لازم يسمحها من عمر صغير حتى قبل ذهبوا للحظانة لأنه بهذه المرحلة يكون عنده قدرة أكبر على الحفظ والتركيز على الكلمات وكمان إذا كان الأهل يتقنون اللغة الأجنبية فمن الأفضل التحدث بيها مع الطفل بشكل متكرر شيء يخليه يكتسبها تلقائيا لأنه حسب الخبراء الطفل يكتسب حصيلة لغوية كبيرة من خلال حاسة السمع ويفضل كمان استخدام أغاني الأطفال وأفلام الكرتون اللي تعلم الكثير من المفردات وكل ما كبر الطفل زاد رسيده اللغوي لأنه رح يكون قادر أنه يقرأ كتب الأطفال ويتعلم منها أساسيات اللغة وقواعدها خلينا رحب معانا بخبيرتنا رولا قرانوح رئيس قسم اللغة الإنجليزية وأهلا وسهلا في حياتنا يسعد صباحك ياهلا فيك صباح الخير صباح الورد طبعا نحن كلنا كأهالي نحب أن أولادنا يتكلموا لغتين ثلاثة يعني على قد ما يقدروا لكن خلينا أول شيء نبدأ من أي عمر لازم نعلم الصغير أو الطفل اللغة طبعا هو سؤال بحير كثير أهل وبحير الأكاديميين أكتر بموضوع قيمة يقدر الولد يتعلم لغة والمفهوم الخاطئ أنه يفكروا الولد ما يقدر يتعلم لغة معينة إلا لما يصير فيه عنده تطور ذهني يعني التطور من الذهن اللي هو مفهوم خاطئ لأنه الولد أو الطفل منذ الولادة هو كائن بيشعر وبيحس وبيقدر إذا بدي أقول يتذكر مش يتذكر يتفاعل مع الأشخاص والأصوات اللي حواليه فمنذ الولادة فينا نقول أنه بيبلش مفهوم تعليم اللغة لكن لغة الأم أو اللغة الثانية طبعا لغة الأم لغة الأم أو اللغة اللي عم يتحدثوا فيها الأهل مباشرة مع الطفل حتى لو الطفل ما بيعرفش هنه هؤل الكلمات ولكن بيستيعابوا بهذا العمر الصغير هل ممكن نبدأ باللغة الأم منذ الولادة قادر الطفل يسمعها يتعلم يحفظ بعض الكلمات أو يفهمها هذا من عمر صفر للسنة هذا من صفر للسنة طبعا لأنه يلقى كلمات معينة يميز بين الأصوات هنا نحن دور الأهل بيكون أنه يعزز أو الأم تعزز هذا الشيء عند الطفل من خلال الاستماع للأغاني كراءة القصص المحادثة حتى لو الولد ما كتير عم يأثر صفر لواحد يعني قاعد أتذكر البيب عمره شهر قدي كذا كيف حيستوعب الكلمات؟ لأنه عنده هالإدراك للأحاسيس اللي هو عم يشعر فيها من خلال الاستماع لهالأصوات كل الوقت يعني بدي يكون فيه هون مثابرة من الأهل وتعزيز لهذا الشيء وكلما سمع أكتر أصوات كلما بيقدر يميز بينتهم طبعا بعمر الأكبر لما بيصير عمره ثلاثة إلى خمس سنين صار عم يتعرض للغة أكاديميا أكتر من بس بالمنزل فهون الولد صار عنده مفردات أكتر فين أقول يمكن الجمل صارت أكثر تعقيدا وبيصير فيه هون تعليم لقواعد اللغة هل نقدر نتكلم مع الطفل أكتر من اللغة لغتين ثلاثة وهو طفل؟ طبعا فيك تتكلم مع الطفل أكتر من لغة نحن منسميها بالثنائية اللغة أو البايلينجوليزم أو تعدد اللغات ملتي لينجوليزم ولكن الأهم من هيدا الشيء أنه نعرف الولد اللي بيقدر يتكلم عدة لغات هو ولد عنده قدرة على أنه يكون منفتح على الآخرين عنده قدرة أنه يكون مبدع وهو ولد بيتقبل الآخر أكتر لأنه بيقدر يعمل إنتيجريشن لأشخاص من بيئة تانية وبيتكلموا لغات تانية هيدا الشيء نحن مننمي عند الولد من الصغر يعني نحن منقول من سن مبكر كتير محبث أنه الولد يقدر يكون عم يتعرض لهذه اللغات طبعا مش معناتها أنه على كبر ما بيقدر يتعلمه ولكن العملية بتاخد وقت أكتر ولكن طبعا بيقدر هوافر النقطة المهمة كتير اللي أنا بدي ضوي عليها أنه ما يكون نفس الشخص عم يحكي كذا لغة مع الولد يعني أنا كأم بالمنزل وبحكي لغتي العربية لأم مفروض أن يكون عم يركز على اللغة العربية بالبيت ولكن بالصف أو بالمدرسة بتكون المدرسة عم تحكي باللغة الأجنبية اللي الولد بيقدر كمان يكتسبه بهذه الطريقة ما بيصير فيه ارتباك عند الطفل أو عند الولد وممكن يساعتها يقدر يميز بين اللغتين هذا كمان بيحتاج صبر من الأقل وطبعا لأنه الولاد ما بتتعلم بنفس السرعة مهم أن يكون فيه أهداف تير واضحة نقدر نوصل للنتيجة هل فيه أدوات أو أساليب نقدر يعني شنسهل كمان على الأهل أن يعلموا أولادهم لغة ثانية أو ثالثة هل فيه أدوات أساليب معينة طبعا أول شيء مثل ما قلت قبل أنا أنه السن المبكر هو الشيء كثير مهم نبلش عن عمر كثير مبكر عند الولد ثاني شيء نقولي عدة هذه المرحلة خلاص نقدر ونأمن البيئة المحيطة بالولد تكون مهيئة لهذا الولد يقدر يكتسب هذه اللغة بمعنى أنه أنا هذه البيئة بقدر أعمل فيها نشاطات لغوية عمره يقدر يتحدث بهذه اللغة وينميه أكتر ولكن أنا إذا بدي عزز هذه اللغة عند الولد بدي ركز على المخزون اللغوي عنده وهذا أكثر شيء بيجي من خلال القراءة والمحادثة كنت أقول لك القراءة لأنه في كثير ناس كمون تعتمد على مثلا الأفلام أفلام الكرتون يمكن تساعد هذه تعتبره تساعد كثير مش شوي ولكن فيه مفهوم كمان أنا ما كثير بحبظه لأنه فيه أساليب كثير تقنيات حديثة بيعتمدوا عليها الأهل والمدارس الولد بيروح على البيت وينبسط أكثر أنه يلعب على الأبليكيشن أو الجيمينج اللي هي بتعطيه كومفورت أكثر وبتسليه أكثر واللي نحن مش ضده أبدا أنه يكون learning through fun which is okay however المشكلة أنه بيصير الولد عنده كسل من ناحية استخدام الورقة والقلم نحن خاصة بموضوع الكتابة هالولد إذا عندي أنا أوتو كوريكتر بستعمل الأبليكيشن بتعليم اللغات ما بيعود بيعرف يصحح الأخطاء اللغوية اللي بيعملها والله يشوف يا رولا يعني شان أكون صادقة معاكي هذا الموضوع بالذات يعني صار مثير للجدل لأنه يقولوا لك أنه هذا الجيل خاص لمن يكبر أصلا هو ما هيحتاج ورقة وقلم أو ما هيحتاج أنه يعرف لأنه عندك الإي آي بيسوي لك هو يزبط لك كل شيء فيه أشياء ثانية لازم يركز عليها فهو يعني فيه دائما هذا العرف كيف المباراة مو مباراة بس هذا الجدل اللي هل لازم ولا مو لازم بسوء أكيد لازم هو لازم أنه ندمج بين الاثنين يعني ما ينسى الولد الطريقة التقليدية اللي هي الورقة والقلم لأنه كتير مهم أنه نحن نعرف نكتب باسمنا ونكتب بلغتنا الأم حتى اللغة الأجنبية اللي عم نتعلمها وكمان نحن ما فينا نطلع من التكنولوجيا والتطور العلمي هلأ فالدمج بين الاثنين هو كتير مهم التعليم الأكاديمي متى نقدر يعني نقدمها للطفل من عمر ثلاث سنوات طبعا من عمر ثلاث سنين نحن ما نبلش نقدر نعلم الطفل أي لغة نحن حابين أنه ندخلها إن كانت لغة تانية أو تالتة في كتير نظريات بتقول من عمر ثلاث سنين نقدر ندخل ساعتين بالجمعة للولد يقدر يكتسب لغة وفي نظريات أخرى بتقول من عمر السبع سنين يمكن بيكون أكتر حاضر هو أنه يقدر يكتسب على اللغة ولكن الدروس أو الأبحاث هلأ بتقول أنه الولد من عمر الولادي أو من الصغر بيقدر أنه يكون عم يتعرض لأكثر من لغة وممكن أنه يتسب هذه اللغات أسرع لأنه الذهن عند الطفل بيكون مثل سبونج فبيقدر يمتص المعلومات كتير أسرع وبيركز وبيخزن المعلومات بطريقة يقدر يجع يستعملها بعدين دعني أسألك شيء كان مفروض أن أسألك يا من البداية هل ضروري أن الطفل يتعلم لغة ثانية؟ ممكن كثير من الناس أنه يعتمدوا على لغة واحدة ممكن خاصة في العالم العربي حتى اللغة الإنجليزية ما هي عند كل الأطفال ما يشوفوها أنها كثير مهمة مئة بالمئة ممكن كثير مأكمل حتى المجتمع مهمة تمتلك الإمارات نحن 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 نقول دوبي خاصة وكل العالم مهمة اللغات كيف تتعرف على تشاريع أشخاص من غير بلاد وغير عالم أغير أنه في الحياة يجب أن يكون يكون عنده كارير مهمة منذ الأول بالحياة لازم يقدر يتكلم أكثر من لغة نحن لما نعمل ونطلع ونشوف أن الولد بيقدر يتكلم أكثر من لغة بيصير فيه هون كومبتشن أكثر والراتب أعلى والراتب أعلى فضيماً بنختار الشخص الذي ممكن يقدر يتكلم بأكثر من لغة خاصة لغة الإنجليزية لنا لغة عالمية للعالم كله ونحن نقول أنه هذا اللغة يعني يفترض أنها ما تطغى على لغة الطفل الأم صح فلذلك أنه يجب يتعلم لغة الأم في البداية ومن ثم تعليم بعضاً نحن فينا ندخل لغتين مع بعض لغة الأم واللغة الأجنبية بس أنا برجع أقول أنه ما يكون نفس الشخص عم يحكي هاللغتين مع هيداً يعني ممكن الأب لغة والأم لغة مئة بالمئة مئة بالمئة والأهم أنه لما نكون بالمدرسة نحن إذا بدنا نطور اللغة عند الولد نعطي وقت لهالولد تيعبر عن اللي بدأ أقوله عنا مشكلة كبيرة نحن نشوفها بأكثرية المدارس إذا فينا أكاديمياً إنه إذا أنا عندي حصة هالحصة هي خمسين دقيقة عندي أستاذي بيحكي خمسة وسبعين بالمئة من الوقت وما بيعطي مجال إلا خمسة وعشرين بالمئة للطفل أو للتلميذ يحكي إذا أنا عندي عشرين تلميذ بالصف أدعم بعطيهم الوقت أنه يحكوا فإذا فينا نحن نخفف كأستاذي من الوقت المحدد محدد للحكي ومستمعين أكثر من ما نحن متحدثين نكون مستمعين بشغف هيداً مهمة والله يسمع منك صراحة ومن جد يرد في كثير أسات زيك لأنه صار الموضوع يعني أوقات فيه حصص وفيه لغات أنه موضوع تسميع يعني حتى في المثلاً يعني مثلاً أنا بنتي إذا نحن بتدرس إسباني بس الموضوع أنه بس إحفظ الكلمات ما في هذا النقاش الذي أنت بتقوله يعني يدوب بس تخلص سمسر حتقولي أنا ما بغتكلم هذه اللغة أبداً تانب يعني خاصة إذا مو مضطر فلازم هو أسلوب تانب صحيح مهم أنه نحن نعطي وقت للولاد ونفرجيه بتعبير وجوهنا أو بتعبير الجسدي أنه نحن كثير مهتمين بهذا الطفل عم بيقوله حتى لو عدى سبع سنوات إلى تسعة عشرة ممكن ممكن ما في شيء اسمه وقت متأخر نعم حتى إحنا هاني ممكن نبدأ لغة جديدة لا 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 مرحبا مراحبا أنا أفكر أحياناً بلغة جديدة أنا نوعي قبل سنتين بدأت صيني بانك يصلت حسنة لماذا؟ يعني لقيمة قريبا ويقد إنه يباطلت تذكرين مرحبا؟ هذه بداية جيدة نيهاو زي 6 يعني فيك يعني فضلت معي الكلمات رولا حشكراً لك جزيلاً شكراً لك يعطي أيها وعافظ شكراً لك ترجمة نانسي قنقر